عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة نسب تنفيذ الجامعات الأهلية لدخول الخدمة بداية العام الدراسي إلى جانب الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة وبعض الملفات الأخرى وخلال الاجتماع تم استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية وفي مقدمتها الجامعات والأهلية الدولية والتكنولوجية فضلاً عن موقف مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والمستشفيات الجامعية